تستمر الضغوط السياسية والمباحثات مع رئاسة إقليم كردستان للتفاوض حول استفتاء الإقليم بينما يرى مراقبون أن هذه الضغوط إضافة إلى الطلب الأمريكي بتأجيل الاستفتاء جاءت بعد أن وصل الكرد إلى نقطة لاعودة فيما يتعلق بالاستفتاء وموعد إجرائه مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مختصر وموجز هي سيمة الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان مع الرئيس البارزاني وتمخض عن مقرارات موجزة كذلك ولا جديدة فيها لا تفاوض على موعد الاستفتاء وضماناتنا عديدة لما يود عدم إثارة المشاكل وفيما يتعلق بالطالب الأمريكي من الإقليم بتأجيد الاستفتاء فقد عدته أطراف رسمية للفلوجة بأنه يندرج ضمن الإصرار المتسم بالبرود من قبل الولايات المتحدة فهل تريد أن تظهر كطرف يدعم استقلال الإقليم وكل ما تقوم به من حراك هو شكلي فقط مصادر إعلامية عراقية وأقليمية توقعت أن يؤثر رفض الطلب الأمريكي بالتأجيل على علاقة الإقليم بأمريكا لكن مراقبون في الإقليم لاحظوا أن أربيل هي المنطقة التي تزيد أمريكا من ثقتها فيها بعدما نقلت موظفين من سفارة بغداد وقنصلية البصرة لأربيل عقب شعورها بتهديد هناك كما أن أمريكا تنوي بناء مجمع دبلوماسي أمريكي في أربيل هو تقريبا خمس أكبر تجمع دبلوماسي في الشرق الأوسط ناهيك عن الاتفاقيات الستراتيجية والتجارية الكبيرة بين الطرفين هذا الطلب الذي قدم من قبل ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي كان طلبا خجولا بعض الشيء وقوبل بإصرار من قبل الرئيس بارزاني لأن أي عودة أو أي رجوع من مسألة الاستفتاء وأي عودة إلى نقطة الصفر ستعتبر انتحارا سياسيا للأقليم وسترجع الأقليم مسافات ومراحل إلى الوراء وستضيع كل المكتسبات التي حصل عليها الأقليم في السنوات الماضية دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا وبخصوص الوفد الكردي المتجه لبغداد ففي اجتماعاته مع الأطراف السياسية هناك يرى مراقبون أن فيها ستوضع النقاط الأولى لعملية الفصل الودي بين المؤسسات الحكومية والإدارية المشتركة بين المركز والأقليم كما سيؤكد الوفد على واجب بغداد بحل المشاكل العالقة وخصوصا فيما يتعلق بالديون المتراكمة من أربيل عمر جمال الفلهجة